السلام عليكم حادث من فيديو التقاطعات شوف الفيديو ده مع بعضينا ان ازاي سائق الموتسيكل كان جاي بسرعة عالية وداخل التقاطع والتكس طارع من قلب الشارع وبرضو بواصل شوية على ان التقاطع ممكن يكون في حد خد بالك ان التصادق اللي حصل اساسا من سائق الموتسيكل انه هو باش بسرعة كبيرة وفوجة قبل العربية فحصل التصادق العربية البيضة اللي طالع من قلب الشارع هو كان مدرك انه ممكن يكون في خطر ما وما كانش متوقع بس انا برضو فاقول ان هو لازم كان ياخد النصية من على الحرف اليمين ما ياخدش من الجنب الشمال لان في الجنب الشمال لو كان واخد اللفة بتاعته فهو مش شايف اللي جاي في المقابل من الشمال بتاعه انما لو هو كان واخد الجنب يمين شوية في مخرج الشارع كان قادر يرصد اللي جاي من الشمال فما كانش يحصل التصادم دوت فرجاء من اي حد داخل تقاطع وخارج من تقاطع الوقوف على راس التقاطع ده المفروض يبقى محطوط عليها وعلامة ستوب يعني ستوب يعني تقف وتبص يمين وتبص يشمال وتبص قدام بص ورا بص بكل الاماكن عشان الخاطر تتأكد ان ما يكونش في حد جاي لقدر الله ويحصل حادث مشابه زي اللي احنا شوفنا دوت شكرا جزيلا 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 شكرا جزيلا